تسلم السيد رئيس الجمهورية المشيرة عمر حسن أحمد البشير رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان زلفا كير مياردت تتعلق بالعلاقات الثنائية واستئناف ضخ النفط بدولة الجنوب وتضمنت الرسالة تأكيدات استئناف ضخ النفط في شهر سبتمبر القادم بإنتاج 45 ألف برميل يوميا من حق تور وكذلك توما ثاوث بعدها سيتم الانتقال إلى حقول منغا والوحدة وبنهاية العامة سيكون الانتاج في بركات 4 و 2 و 1 بطاقتها القصوى هذا ويعول البلدان على تماسك واستمرارية الاتفاق النفطي الموقع بينهما لتجاوز المشكلات الاقتصادية والتي عاني منها في الفترة الأخيرة تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير سيكون شهر سبتمبر القادم نقطة تحول عميقة في علاقات السودان وجنوب السودان لكونه سيشهد بدء ضخ نفط الجنوب عبر الشمال وذلك في إطار تفاهمات تاريخية جرت بين البلدين ضمن تسوية شاملة لفرقاء الجنوب وقد قضت التفاهمات التي استغرقت زهاء الأسبوع بالاتفاق على عائد للسودان عن النفط كان مثار خلافات فيما مضى في أعقاب انفصال جنوب السودان شيء الذي جعل جنوب السودان يوقف ضخ وتصدير نفطه عبر الشمال منذ عام 2012 وتبدأ المرحلة الأولى التي ستلي أعمال الصيانة التي تمت لخط الأنابيب محطات الضخ وشامل البنية النفطية بما في ذلك الآبار نفسها تبدأ بـ 45 ألف برميل يوميا على أن تنتقل مرحليا حتى الطاقة القصوى ومن المقرر أنه بنهاية العام الحالي تبدأ الأوضاع بالتغيير تدريجيا باتجاه تطوير كبير يرافق مجمل العملية وكانت الدولتان قد اتفقتا على تشكيل قوة مشتركة لحماية منشآت النفط في الجنوب حرصا على ضمان استقرار ضخه في ظل أوضاع تشوبها التفلتات الأمنية في الجنوب بالرغم من أن الفرقاء قد وقعوا اتفاقيات للترتيبات الأمنية والعسكرية قسمة الثروة والسلطة على أن تتوج لاحقا باتفاق نهائي وفي ذات السياق كان السودان وجنوب السودان قد اتفقا على تعويض خسائر هجليج التي شهدت قبل سنوات نزاعا بين الدولتين ومهما يكن من أمر فإن استئناف ضخ نفط الجنوب سيكون له تأثير واضح على اقتصاديات البلدين والعلاقات بينهما خاصة في ظل فتح المعابر بينهما وانسياب الحركة التجارية وغيرها والإلقاء المزيد من الضوء حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من الخرطوم المهندس إسحاق آدم بشير رئيس شعبة النفطي بالمجلس الوطني بداية أهلا ومرحبا بك بش مهندس إسحاق معنا عبر الحدث الاقتصادي ودعنا نبدأ في تفاصيل الموضوع مباشرة ما مدى إنعكاس اتفاق تشغيل حقول جنوب السودان على الإنتاج وعلى واقع اقتصاد البلدين أيضا دكتور بش مهندس بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أسرة قناة S24 على الاستضافة وأبدأ أقول طبعا يعني التعاون الاقتصادي خاصة في مجال النفط بين الجنوب حكومة جنوب السودان وحكومة السودان مهم جدا خاصة وأن الحقول هي في مناطق الحدود المشتركة تقريبا وقد توقف الجانب الجنوبي خاصة حقل الوحدة أن هي مجموعة حقول توماساوس والحقول الأخرى وخاصة كمان هذه الحقول الخامل فيها من الخامات الجيدة جدا على مستوى السوق العالمي فيها أسعار كويسة وبالتالي بدأ الضخ أو استخراج النفط ونقله عبر خطوط الأنهبيب طبعا الخطوط هي ملك لجانب السودان حكومة السودان أول حاجة فيها فائدة للطرفين الفائدة الأولى يعني حكومة جنوب السودان يستفيدوا طبعا من عائدات ضغط هذه الكميات الإضافية والأنواع الجيدة خاصة أسعار البترول في ارتفاع مضطرت في اتجاهات أكثر من 60 دولار وثانيا الفائدة لحكومة السودان الاستفادة من رسوم النقل يعني إضافية وبالجانب بردو لدينا فرصة في أنه نشتري منهم خام مزيج النيل الجيدة لمصافينا خاصة المصافي الجيلي يعني ممكن يكون فيه اتفاق لشراءه لاستغلاله لإنتاج منتجات داخل السودان نعم وهذه كلها فوائد ويضيف للتعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في قضايا حسادة وقضايا الطاغة بالذات نعم بشمهندسة الآن كيف تسير عمليات إعادة تشغيل حقول النفط الجنوبي على الأرض وهل سيتم الضغف في شهر سبتمبر كما أعلن الطرفان أصلا هذا الحق ليونتي واحد وتومساوس الحقول المسكورة ديها هي توقفت في 2012 أزاء الهجوم الحصل من جانب حكومة جنوب السودان وهم ذاتهم كان السبب في توقف هذه الهقول نتيجة لضرب المحطة الأساسية بجهات الكهرباء اللي استغل في ضخ أو في سحب البترول من الآبار وضخ لمحطة المعالجة ومنها للصادر وهذه العمليات يعني لتوفر الأمن لأن المحاولات موجودة من قبل سنة والاتفاق تقريبا موجود من قبل سنة يعني فيه تبادل بتاعت النواية بتاعت أنه ناس يستفيدوا من الطرفين وكان فيه شيء في اتفاق كان النواحي الأمنية كانت المشكلة لكن الآن يعني هذه الإسلاحات ممكنة يعني الإسلاحات هي المحطة بدعة الكهرباء وصيانة بعد الآبار وضخها في خطوط الأنابيب لمحطة المعالجة في هجليد ومن هجليد ضخها في خط الأنابيب البيربوت هجليد بورسودان مرورا بمصفات الجيلي أيضا بش مهندس الأمن والأمان يعني هما وجهان لعملة واحدة إذا توفرت توفر الاقتصاد وتوفر تقدم الاقتصاد هذا هو التحدي الماثل الآن وهو الأوضاع الأمنية واستقرارها اللازم لاستمرارية تدفقات النفط برأيك هل نجح الطرفان في توفير حماية لازمة لحقول النفط؟ نعم هذا هو الهاجز طبعا زمان كان ممكن يكون في اتفاق على مستويات العليا لكن ممكن على الأرض ممكن يكون في بعض التفلتات لكن حاليا يمكن تم الاتفاق في يعني التمكن من توفير الأمن على مستوى الأرض على الأرض من التفللات تفللات التي كانت بتاعدد من وقت لآخر وهذا مقدور عليه لأنه طبعا العابار يعني حراسته وتامينه ما صعبه خاصة البير يعني هو تحت الأرض ويكون في يعني في والهيد يعني هو رأس البير اللي هو بيتنفيه المؤسير للضخم وبالتالي حراسته برضها صعبة يعني هي ما ما معقدة خاصة يعني حراسته من أي تفللات برضه ممكن بكل تأكيد وبمزيد من التعاون بين الطرفين يعني المهم الطرفين يتعاونوا في توفير الأمن اللازم وهذا ممكن يعني ويمكن هذا متوفر والعمل مستمر حاليا يعني على قدم نعم بشبهندس يعني أيضا في في ظل حديثنا عن الطرفين نذكر أيضا أن في الماضي يعني كان هناك عدد من الانتكاسات والمشكلات التي أتت بعد عدد من الاتفاقيات بين الطرفين الآن الطرفين هم لديهم الرغبة القوية في مواصلة الإمدادات النفطية خصوصا لمقابلة الأوضاع الاقتصادية المعقدة لك برأيك هل يعد هذا الأمر محفز وضامل لعدم تكرار الانتكاسات التي لازمت الاتفاقيات السابقة نعم رغم بعض الانتكاسات في الماضي إلا أن الطرفين هم يعني عاشوا التجربة وعاشوا يعني التجربة بطريقة صعبة يعني ما يقال بطريقة صعبة بمعنى أنه يعني الكل يعيش بعد الظروف الاستثنائية من ناحية الاقتصاد والكل مدأكد ومدأكد أنه التعاون في هذا المجال يعني يخلق نوع من الانفراج الاقتصادي وبالتالي يعني الهدف المشترك والمصلحة المشتركة والتجربة العشواء يعني خير يعني خير دفع لأن يتعاونوا أكثر وأكثر في مجال التعاون يعني أنت متفائل بمستقبل العلاقات النفطية والاقتصادية بين الدولتين دائما أقوى الروابط بين الدول يعني أقوى الروابط بين الدول هي العلاقات الاقتصادية المنافع المشتركة بين الأطراف وعلاقات المصالح بين الأطراف المختلفة المصالح بالضبط المصالح بين الأطراف هي أقوى رابطة لتمكن الأطراف في مزيد من التعاون وفي مزيد من التعامل مع بعض يعني مش المسألة ليس على السودان والجنوب السودان فقط إنما على المستوى الدولي دائما المصالح المشتركة والفوايد المجنية هي نقطة الالتقاء دائما نعم نشكرك جزيلا شكر البش مهندس إسحاق آدم بشير رئيس شعبة النفط بالمجلس الوطني كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا شكرا جزيلا